اهلا وسهلا بكم. كل سهلا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض اكرات خفيفة ان شاء الله تجيبكم قوي. هنعمل النهاردة صنية بوفتيك. وكمان هنعمل جنبيها مكارونا بالسوس الابيض. وهنعمل امر الدين. بوفتيك الصنية ده. عارفوا دايما احنا بيجيب بوفتيك بنعمله. بتحس ان هو جديد شوية او اه اللي بيطلع منه الخلطة اللي عليه اللي هي البقسمات والبيض النهاردة عارفة رأسهلة جدا وحلوة. وكمان هيستيهم معاك مية مية ان شاء الله. هنجيب بوفتيك. العادي جدا نجيب عندك الغزار. وبعدين نجيب صنية. نجيب صنية كبيرة كده من اللي عندك او طاصة كبيرة. وتحط فيها معلقتين من السمنة. مش زبدة عشان متحرقش معانا. ونبدأ نرص فيها البوفتيك. ما عملناش في اي حاجة غير احنا هنرصه في الطاصة. ونرش عليه حب ملح وفلفل. وخلاص. رشنا الطاصة كلها بالبوفتيك. ورشنا عليها ملح وفلفل. او ما بدأت تحمر كده من من تحت عند الصنية. نقلبها على ناحية التانية. والرشة على ناحية التانية ايه ملح وفلفل. حمرنا كل البوفتيك بطريقة دي. وطبعا انت بحب بس تضيفي كمية كمان. هتشير البوفتيكة فوق اختها. وتحطي واحدة تانية. في ايه? في الطاصة نفسها. لغا قبل خلاصي كل الكمية. خلاصي كل الكمية. لحسن البوفتيك لسه ما استواج شوية. ده اكيد مش هيستيهم دي لحمة مش فراغ. هتبدأ تحطيها. وتزودي المية شوية. تروس الصنية بقى رصة حلوة كلها فوق بعضها. وتزودي المية شوية شوية لغاية ما تلاقي البوفتيكة استوى. بوفتيكة استوى خلاص. هتجيبي ثلاث فصوص من التوم. وتدقيهم مع حبة ملحوز غنانين. او تفرميهم. وتروحي موسعة في البوفتيك. ومنزلة حبة التوم دول. وتحاولي تخلطي. تضيفي ايه? تخلطي كل البوفتيك بحبة التوم اللي احنا حطناه وهيديها راحة حلوة جدا. وتقفلها على الصنية وتسيبيه. بس كده انت عملت صنية البوفتيك حلوة جدا وتعجبك روحتها تحفى. نعمل جنبيها ايه? نعمل جنبيها مكارونا بالسوس الابيض. ايه هو السوس الابيض? السوس الابيض ده البشاملة الخفيف. يعني هنرسك بمكارونا وهنعم بشاملة خفيف. ممكن تعمل البشاملة ده. بكريمة لباني. ممكن تعمل البان عادي. زي ما انت عايزة. هتحمري مثلا نص كيلو المكارونا. نجي معلقتين من الدقيق. وتحمريه في معلقتين من السمنة. ودفلهم حوالي نص كيلو لبن. او هتحطي عربة كريمة وحبة لبن. عربة الكريمة دي بتققى حوالي نص كيلو او اقل او ربع كيلو من الكريمة اللباني. وتحط عليه كبات لبن. بس كده مالح وفلفل. ده السوس الابيض. حابة تكلفيه وتعمليه الكريمة البانية زي ما انت عايزة. حابة تعمليه باللبن برضو حلو جدا تحبطي كوباتين دقيق معلقتين دقيق يعني كوباتين من اللبن خلاص بس كده تسلق المكارونة وبعدين تسابعا الاكلة دي بتتحمل قبل المغرب على طول يعني دور قرب المغرب كده نص ساعة حط المكارونة تسلق واعمل السوس الابيض اللي هو البشامل الخفيف من غير بيض بشامل باللبن بس على طول يسلق تغيره في اطباق تعمل السوس الابيض وتنزليه على كل طبق قدام كل واحد السوس بتاعه على طول كده خفيفة جدا وحلوة جدا وتعجب الاولاد جدا جدا وجنبها طبعا بفتاك الصينية بس كده طبق سرطة خضرة بقى شربة زي ما انت عايزة نيجي بقى نعمل حلوة بتاعنا السهلة جدا برضو اللي تحسي فيه برمضان فعلا ويفكرك بقى ايام زمان طبق امر الدين تعمل طبق امر الدين ازاي هتجيبي نص لفة امر الدين قطعيها وتخليها بوش في شوية من المية وضربها في الخلاط مع السكر هتحطي بعد ما بوشتيها حطيها في الخلاط معها كوباتين من او كوباية سكر كفاية واتخلات ده لب كويس جدا مع بعض تروحي منزل لهم في حلة تغليم يغلوا على النار تروحي مندوبة تلات معالق من النشا وتروحي منزل لهم على ايه? طبعا الدوبين لازم تدوبين في مية الاول ايه وتحطي النشا على امر الدين كده ايه كالك عمعاكي على طول? لأ انت بتدوب النشا في كوباية من المية وباين تضي فيها لايه? للحلة اللي فيها امر الدين اللي بدأ يغلي. وتقلبي مع بعضه جدا ولازم تخلي النشا يغلي مع امر الدين عشان النشا يستوي. لو انت ضفتي النشا ولو حزت ان هو مسك وطفتي هتحسي بتعمل النشا مش حلوة خالص. لأ لازم تخلي امر الدين يغلي الاول وتحطي النشا يغلي كمان معاك ويز جدا وهنت تطفع عليه. بس وتروحي صباة في طبا وحطي عليه حبة ايه? جز هند وزبيب مكسرات اللي انت عايزة. شفتوا اليوم خايف ازاي النهاردة? بكرة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلات حلوة جدا. هقول لك على دلوقتي. هنعمل بكرة ان شاء الله صنية بغدس بالكفتة. وهنعمل رز رزة ورزة. وكمان الحلوة عندنا بكرة كرافة بالمانجا. استنيني بكرة مع بعض ان شاء الله اللقاء اللقاء